ماذا عن المتنبات من روسيا حتى تنتهي هذه الأزمة؟ يعني بالحديث عن هذه الفلول أو المتنبات من روسيا حتى تنتهي هذه الأزمة ماذا عن أبطي الدول التي ترفض روسيا انضمامها لحلف الناتو؟ ولماذا؟ ما عن الناس المنطقة التي تتحرك الناتو؟ روسيا أطلز معنا ناتو بأخرى ماذا عن هذه المنطقة؟ نعم كما أخبرنا أننا نطرق لحفظنا على المستعدات كما قلت كما قلت أننا طلبنا من الأولاد المتحدة وحب شأن الأطلانتي لهم يدون تظمنا أننا نطرق لحفظنا على المستعدات أننا حب شأن الأطلانتي لن يتوسع ناحية الشرق بالطبع، كما قلت، حلف شمال الأطلنطي يقوم بتهديد الأمن الروسي حلف شمال الأطلنطي هو تكتل عدواني ويحاول أن يهديد الأمن الروسي ويحاول أن يهديد الأمن الروسي وليهذا نقول أن توسع حلف شمال الأطلنطي يجب أن يطلق In 1999, all member countries of the OEC, Organization of the Security and Cooperation in Europe, signed a joint declaration في سنة 1999 قامت الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي It was signed by the United States and by all NATO countries قاموا بتوقيع اتفاقية وانضمت إليهم الولايات المستحدة أيضا ودول الحلف شمال الأطلنطي And this declaration said that security is indivisible You cannot divide it It said that the countries should not enhance its security at the expense of the security of other countries وقالوا أيضا أن لا يجب أن تقوم الدول بتدعيم أمنها على حساب أمن الدول الأخرى Expansion of the NATO to the east means that it will happen at the expense of the Russian security And this obligation was signed by all NATO members in the declaration of 1999 وقد قامت كل دول حلف شمال الأطلنطي بالتوقيع على هذا الاتفاق أو هذا الالتزام سنة 1999 This document called Charter of the European Security تم تسمية هذه الوثيقة بإعلان الأمن الأوروبي ترجمة نانسي قنقر